منذ خيبة الأمل التي أصابت العراقيين بعد إعلان التحالفات السياسية الأخيرة ونية فئة كبيرة منهم العزوفة عن الانتخابات اتخذت الحكومة اسلوب إطلاق الشائعات لجس نبض الرأي العام فبعد كتب عديدة صدرت آخرها من مجلس الوزراء شهدت مراكز تحديث بطاقة الناخب إقبالاً واسعاً مقارنة بالأيام الماضية بعد ورود كتاب الأمان العام المجلس الوزراء حول ما يتعلق باستلام البطاقة الانتخابية وعلاقتها برواتب الموظفين صارت عملية الأقبال أكبر ويشجع الكثير من المواطنين على مراجعة هذه المراكز لأخذ البطاقة الانتخابية الخاصة بهم نطلب من الشعب العراقي يطلع ينتخب شخصية شخصية يستفاد منها يقدر يعيش بسلام من بعد 2018 في الوقت الذي نفى فيه مجلس الوزراء صدور كتاب بقطع الرواتب عن الموظفين في حال لم يحدثوا بطاقة الناخب بالتزامن مع شائعة قطع الحصة التموينية للغرض نفسه أكد أعضاء في المفوضية أن هذه الكتب حققت الغرض المطلوب منها وولدت مخاوف بين المواطنين دفعتهم إلى مراجعة دوائر التحديث بعد أن تروج الكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاحظنا أنه أكو إقبال من قبل المواطنين أكثر من المرحلة السابقة لاستلام بطاقات الناخبين وكذلك بعملية التحديث التي كنا نقوم بها قبل أكثر من ثلاث سنوات ونسبة التحديث كانت قليلة نوعا ما لكن بالوقت الحالي التوزيع والتحديث ينبئ بأنباء مبشرة قضية ديمقاطية هي قضية ليست بالإجبار من حق أي عراقي أن ينتخب أو لا ينتخب وبالتالي قضية إجبار أي مواطن على الانتخاب هي حقيقة خلاف للدسور العراقي وخلاف لحقوق الإنسان الذي أقرى بأنه بحق كل مواطن وكل إنسان أن يعبر عن رأيه اليوم نلاحظ هناك ضغط كبير على المواطن العراقي اليوم بأخذ بطاقة الناخب اليوم وبدخوله بعملية الانتخابات كون أصبحت اليوم أن الانتخابات ليست ديمقراطية على هذا الحال بعد صدر هذه الكتب ليست ديمقراطية أصبحت بالإرادة انتقادات كثيرة وجهت إلى هذا الأسلوب الذي عده مراقبون إجبارا للناخب وهذا ما يتعارض مع الدستور العراقي ومفاهيم الحرية فيما طالما مواطنون بتغيير وجوه المرشحين وترشيح أشخاص جدد يفكرون بمستقبل البلاد بدلا من إجبار الناخب وابتزازه بحقوقه من أجل المشاركة في الانتخابات لميس عبد الكريم قناة الرشيد الفضائية